موسيقى عقدت المغموعة الدولية اجتماعا في باريس لحجد الدعم الأوكرانية هذا وعقد المؤتمر بعنوان متضامنون مع الشعب الأوكراني بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكران ورئيس الوزراء الأوكراني دانس شميهالا وأكد المتحدثون في المؤتمر على خمسة مجالات أساسية وهي الطاقة والمياه والغداء والصحة والنقل لتمكين أوكرانيا من الحفاظ على تشغيل البنية التحتية الأساسية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين دمتري بيسكوف قال إنه لا يمكن إحراز أي تقدم في التسوية بأوكرانيا دون الأغذي في الاعتبار الحقائق الجديدة على أرض الواقع وأكد بيسكوف أن انسحاب قوات الروسية من أوكرانيا أمر غير وارد مشيلا إلى أن كل مقترحات الرئيس الأوكراني فولدامير زلينسكي السلمية تؤدي إلى مواصلة القتل أعلن مدينة ملوتبول الأوكرانية إيفان فدروف تدمير جسر رئيسي بالقرب من المدينة تستخدمه على القوات الروسية لنقل المعدات العسكرية باتجاه الشرق وقال فدروف إن دعامات الجسر تضررت مشيرا إلى أن الجسر يعد أحد الجسور ذات الأهمية الاستراتيجية هذا وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة خارسون الأوكرانية أن سلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب خمسة عشر آخرون إثر قصف روسي استهدف المدينة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إرسالت دفعة الأولى من معدات الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا وأكد نائب وزير الطاقة الأمريكية ديفيد تورك أنه تم الاجتماع مع شركات الطاقة الأمريكية لمناقشة نعم البنية التحتية الأوكرانية وفي كلمته بالمؤتمر الذي عقد ببريس قال الرئيس الفرنسي منويل ماكران إنه يتطلع إلى تمويل إصلاح البنية التحتية لأوكرانيا والسماح للشعب الأوكراني بتجاوز الشتاء سياتيا أكد ماكران أن أوكرانيا هي الضحية في الصراع وهي وحدها من يقرر شروط السلام وأشر الرئيس الفرنسي لأن استعدت منطقة خيرسون من السيطرة الروسية اثبت عدم جدوى الاستبتاءة التي أجرتها روسيا في أوكرانيا نريد في هذا المؤتمر حجد أصدقاء أوكرانيا وشركائنا والمعنيين بحقوق الإنسان من أجل توفير مساعدة مادية لإصلاح البنية التحتية الأوكرانية والسماح للشعب الأوكراني بتجاوز هذا الشتاء بتوفير مستلزمات الطاقة والغذاء وغيرها ولذلك دعونا إلى هذا المؤتمر للتضامن مع الشعب الأوكراني ففرنسا خصصت 151 مليون يورو منذ بداية العام لدعم أوكرانيا وهناك 48 مليون إضافية في إطار أهداف متعددة قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي قال إن بلده بحاجة إلى 800 مليون يورو كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء وأوضح زيلانسكي في كلمته أمام المؤتمر عبر الفيديو أن النظام الطاقة الأوكراني يحتاج إلى مساعدة طارئة من نظام الطاقة الأوروبية نحتاج إلى عدة فئات من المحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات الضغط العادي وتوربينات الغاز ويحتاج النظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية الشتاء إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي بقيمة 800 مليون يورو تشمل استيراد القهرباء من يور الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا أكد وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوش تينشكو أن على العالم إعادة النظر في السلامة النووية بعد سيطرة روسيا على أكبر محطة الاتقاط النووية في أوروبا والوقاع في سابوروجيا الأوكرانية وأضاف الوزير الأوكراني خلال المؤتمر الدولي المنعقد في باريس أنه يأمل جمع أموال إعادة إصلاح البنى التحتية الأوكرانية المدمرة وتأكيد على دعم فرنسا لكييف في حربها ضد روسيا أولاً من الأول أننا نتوقع الضغط على روسيا ونحن نفعل هذا كما يجب أن نفعله موسيقى 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 موسيقى